بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد فاكرين مع بعض يا جماعة الدرس اللي قلنا فيه ان انت منفروض تكون فاهم 15% خلينا نكمل بعد ال 15% المينيو بتاعتنا اللي احنا حطناها بالكود دي لما انا كتبت دلوقتي بالشكل ده WB NAV MENU حطيلي المينيو اللي انت شايفينها دي طب انا عندي مينيو تانية المينيو دي اسمها Navigation Board تمام هقول له مثلا مثلا على سبيل المسال هسمي المينيو دي L0 Bootstrap Navball زي الاسم اللي موجود ده دي المينيو العادية عندي مينيو تانية عايزة اعمل مينيو تانية المينيو التانية دي مختلفة عندي خلص هيكون فيها لينكات معينة هقول له Create a New Menu المينيو الجديدة هسميها ايه مثلا Classic Menu دي عبارة عن Classic Menu مفيهاش اي لينكات غير بس كام لينك كده اللي انا محتاجه مو بس زي ايه زي لينك ال Contact Us وال About Us بس هم اللينكين دول بس المينيو بتاعت دي كلها Classic Menu مفيهاش غير اتنين دول بس طيب روحت انا في الموقع عملت Reload جاب لي ايه جاب لي Contact Us و About Us ايه ده طب فين المينيو الاولى المينيو دي فين اللي هي دي Zero Bootstripe Nav Bar Select اهي عملت لها Select Save هي اصلا مفيهاش اي حاجة اقول له Reload عمل ايه ما جاب ليش برضو حاجة جاب لي المينيو الاخيرة طب انا عملت Classic Menu تاني انا عايز اجيب المينيو الاولانية دي اجيبها ازاي انا انا عملت اكتر من المينيو دلوقتي هل العادي النسيب هو كده يختار من غير اي Custom من عندي هو ده الموضوع اللي احنا عملناه دلوقتي موضوع Location ان انت تختار المكان معين لكل منيو عندك المانج Location هنا عندي Navigation Bar وبيقولك اني فيه اتنين منيو عندك واحدة Classic وواحدة Zero Bootstrap بس طيب جميل اول نبدأ بقى نكمل بعد ال 15% من موضوع اللي هو Location اللي احنا عملناها الفنكشن دي بتعمل ايه اللي احنا قلنا عليها بتعمل لك Custom Menu جديدة مكان جديد بلايس جديد شايف انا بيقولك ايه Seam Location Location جديد انا عندي اكتر من منيو في واحد منهم ال Zero Bootstrap Navbar هحطه انا فين بصوا معي الزيرو Bootstrap Navbar ده هحطه Display Location في ال Navigation Bar طب انا ممكن اعمل هنا بال Register Nav Menu عندي واحدة اسمها Register Nav Menus يكون عندي اتنين منيوز واحد بالاسم ده وموجود في ال Navigation Bar والتاني في الفوتر فاكرين يا جماعة تعالوا نشوف هادي Register Nav Menu هنا نفتحها في صفحة جديدة بالشكل ده وهجيب ال Menus هادي Register Nav Menus زيها زي التانية بالزبط مفيش اي اختلاف بس الفرق الفرق ان مفيش ال Underscore والكوسين بس علامة ال Array ليس الا طيب جميل جدا يعني انا كل الموضوع هزود هنا Menus بالشكل ده هنا وهيكون فيه جوه Array طيب جميل جدا عادي Array واحط الاثنين Menus بتوعي دي اول واحدة والتانية هيكون اسمها Footer Menu والاسم بتاعها Footer Bar او Footer Menu زي ما تحب الاسم اللي يعجبك انا كده بقى عندي اتنين Location تحط فيهم المنو بتاعتك تعال نشوف مع بعض هادي Reload وهارجع هنا نشوف Manage Location بقى عندي اتنين Navigation Bar و Footer Menu بقى عندي المنو قدر احطها في Navigation Bar وعندي Location تاني Footer Menu تعال نشوف هنا لو جيت انا عند اللي هو المنو الطبيعية بتاعتي اللي انا بشتغل عليها Zero Bootstrap Nav Bar واقول له Navigation Bar ممكن احطها في الاثنين ممكن هقول له في Navigation Bar بس واقول له Save بص معايا بقى على الحركة اللي جاية دي وركز جدا 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 كتب لك Zero Bootstrap Nav Bar بينكو Same Navigation Bar شايف لو روحت على Classic Menu هروح عليها وروحت عايز اختار Navigation Bar بص كتب لي ايه Currently Set To Zero Bootstrap Nav Bar يعني Zero Bootstrap Nav Bar هو دلوقتي اللي في الوكيشن ده لو روحت انا قلت له طب انا عايز ده في الوكيشن ده Save هيعمل ايه هيشيل Zero Nav Bar من المكان ده هيشيل Zero Bootstrap Nav Bar شايله وخلاص وحط Classic Navigation هنا حط Classic Menu في Navigation Nav Bar طيب رجعت على Bootstrap تاني وروحت على الخانة بص كتب لي ايه شالها شال Select يعني معرفش احط الاتنين في نفس المكان فشال واحدة منهم وبيقول لي ال Navigation Bar دلوقتي مظبوط على مين على Classic Menu المينيو العادية بتاعتك طيب جميل اول الحمد لله ان احنا كده زبطنا الدنيا وعرفنا ان ما قدرش احط اتنين مع بعض وهاجي انا هنا هشيل كله من ونكمل مع بعض الفانكشن بتاعتنا ونعرف اول Argument عندنا وهي دي اللي مهمة اسمها ايه اول Argument عندنا Seam Location كتب لك Seam Location To Be Used فين اللوكيشن اللي هو هيستخدمه اللوكيشن دا جيبته منين Must Be Registered With Registered Nav Menu بيقول لك الوكيشن دا لازم تكون عملته بالRegister Nav Menu ما هو عملنا بالRegister Nav Menu والحمد لله فاضل ان انت تختارهولي هنا طب جميل قوي هاجي هنا اقول له Array بالشكل دا عشان احط اول Argument عندي اللي هو مين اللي هو Seam Location مين السيم لوكيشن تعال نكتب كده السيم لوكيشن باللوت اي اسم يعني هنشوف هيجيب ايه واقول له ارفع لي الفانكشن ونبص عليه جاب مين جاب لي اللينكات العادية خالص عباوت As Services Web Hosting Contact Us اي لينك زيادة هتضيفه في المينيو مش هجيبه لك جاب لك اللينكات العادية بتاعت الموقع اصلا تعرف منين الكلام دا تعال نروع عند ال Custom Link واقول له هنا L0.org L0 School هحط لينك انا Custom من عندي كده اقول له Add to Menu حطيت لينك اسمها Zero School شايفين بقى عندي كام لينك Home About Us Services Web Hosting Social Contact L0 School هيجيب هو من اول About Us الهنا ولا هيجيب ال Home ولا هيجيب Zero School دول اللينكات ال Custom بتاعتي اللي هو واصلا مش عارف هما تابع مين Reload ما جابش ولا واحدة فيهم شايفين طيب جميل اول لو جيت انا عند Classic Menu اللي هي دي فيها ايه Classic Menu فيها Contact Us و About Us جميل اول هاجي انا هنا وهقول له انا عايز احط Navigation Ball المنيو بتاعت اللي هي ال Bootstrap Menu دي ال Location اسمه Bootstrap Menu واقول له Upload هيروح يدور مين من المنيو موجود في المكان دا مفيش فجاب لك ال Default شايف مفيش ولا واحدة فيهم محتوطة في ال Location دا اللي انت اخترته دا فاصبح ال Same Location ما فيهوش اللي انت عايزه دا طب ما تيجوا نخلي واحدة فيهم في المكان دا ونشوف هيعمل ايه تعال نحط Classic Menu في Navigation وقول له Save ونشوف هيحصل يا جاب باللينكين بتوعي والحمد لله شايفين بكل بساطة تعال نروح عند Zero Bootstripe Navbar ونحطها في Navigation ونقول له اركين التاني على جنب مش عايزين التاني تعال نشوف هيعمل ايه جاب لك اللينكات بتاعتك كلها Home About Us Services Web Hosting Social Contact وال Zero Web School اللي انت دفتها اللي هو اللينك ال Custom شايفين جاب هالك من Location برجستر Nav Menu لحد هنا برضو هبالغ واقول المفروض ان انت تكون فهمت بنسبة 30% معين انت بفروض كده 200% هبقى بالغ يعني بس 30% عشان لسه فيه معلومات برضو عايزك تحترفها بإذن الله جدا لحد هنا احنا عملنا شغل جميل جدا خلينا عشان قبل من نافل الفيديو بالمرة ناخد Argument تاني وهو المنيو كلاس مثلا مين المنيو كلاس ده تعالوا نشوفه نتجربه نعتبر ان احنا ما نعرفش اي حاجة عن الورد بريس اصلا وبنعمل تجارب زي ما الناس اما جم يختاروا البرمجة كانوا بيتجربوا المنيو كلاس اديت لها كلاس اسمه اسامة وتعالوا نشوف اسامة ده هيتحط فين عشان اقدر بقى اوصل للبنية بتاعتي اللي انا عايز اوصل لها انا عايز اوصل للبنية دي كاملا طيب ونبص على اسامة ده حطوه فين كده بيصال عنا ادي button navbar header مش عارف collapse جوه الكل اعرفين مينيو ال zero bootstrap navbar container تمام مينيو كلاس بيساوي اسامة حطوه على ال يو functions بتاعتنا يبقى انا حطيت اسمه اسامة طب لما انا ما كنتش حاطة دي كان بيحصل ايه تعال نشوف قبل دي كان في ايه عشان الناس تفتكر كان ال عليها اسم menu حلو قوي يبقى هو الميزة بتاعته كمان بيعمل override على الموجود حلو قوي قوي طيب ال اسم اسم navbar navbar nav شايفين طيب تعالوا ناخد class بدل اسامة نسميه navbar nav اللي هو اول الخطوات نحو الwordpress نحو الbootstrap عفوا هادي ال ul يا سلام ال ul الرابطة هاي لا ومش بس كده ما تيجوا نقوله navbar write مثلا عشان تروح على اليمين او في navbar nav و navbar write بالشكل ده تمام بقى عندنا navbar nav وخلينا نضيف عليها كمان navbar write عشان الbootstrap يخلي لك المنيو تروح على اليمين كمان عشان يبقى شكلها ظريف بالشكل ده ها هو عملنا المطلوب والحمد لله ماشين نحية الbootstrap والماشين نحية ال structure بتاعه كاملا فضلنا طبعا الحاجات اللي جوه هنمشي مع بعض فيها واحدة واحدة لحد ما نوصل لها لحد هنا يا جماعة المفروض ان انت فهمت الفكرة تماما والتحدي ممكن انت تبدأه من هنا ان انت تاخد الارجومنت دي كاملة قبل ما تكمل الكورس وتشوف ازاي توصل البنية دي للبنية بتاعة الbootstrap في شوية تحديات حلوة في حاجات جميلة هتقبلها يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكو ونكمل مع بعض الدروس الجاية بإذن الله والسلام عليكم